سائل أنور يقول يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار و يذكر القرآن الكريم كذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أني فضلتكم على العالمين كيف توفقون بين هذه الآية و بين قوله تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس الجواب أن الآيتين تدلان على أمور مختلفة تماما فقول الله تبارك و تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أني فضلتكم على العالمين لا دلالة فيه على الخيرية و إنما هناك تفضيل هذا التفضيل ورد في سياق الامتنان و التذكير بقصد دعوتهم إلى الاستجابة و إلى الإذعان و الطاعة و قد فسر القرآن الكريم وجوه التفضيل هذه فالله عز وجل يقول و إذ قال موسى لقومه يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فوجوه التفضيل بني إسرائيل على عالم زمانهم أيضا ليس هذا التفضيل على الإطلاق و إنما هو على الأمم و الشعوب التي كانت في وقتهم على عالم زمانهم و عصرهم على شعوب الأرض و أممها الذين كانوا في وقت المخاطبين و هو تذكير لهم بما امتن الله عز وجل به بما فضلهم به ربهم جل وعلا من نعم فقال إذ جعل فيكم أنبياء فجعل النبوة فيهم بعدما ذكرهم أنهم يتصلون بإسرائيل عليه السلام بيعقوب عليه السلام فذكرهم أنه جعل فيهم أنبياء على خلاف الأمم الأخرى و أكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل و في بعض الروايات كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلف نبي ثم قال و جعلكم ملوكا و معنى جعلكم ملوكا و قد تقدم في جواب سابق قديم لأن الخطاب للمجموع الخطاب قال و جعلكم ملوكا لم يقل كما قال و جعل فيكم ملوكا و إنما قال و جعلكم ملوكا و هو تحريرهم من الرق و العبودية و تمكينهم من أن يكونوا مستقلين و تهيئت العيش لهم بأنهم صاروا يمتلكون في بعض الروايات أنه كان في بني إسرائيل من امتلك بيتا و خادما فإنه يقال له ملك فالحاصل أن تحريرهم من رق الاستعباد و من التبعية للغير و من الإذلال و المهانة التي كانوا فيها و أن إخراجهم من ذلك كله إلى أن صاروا مالكين لأمرهم يبرمون و ينقضون و يفعلون و يأتون ما يشاءون دليل على أنهم يصدق عليهم وصف الملك و لذلك قال و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فقد فضلوا على أهل زمانهم بما أنعم الله تبارك و تعالى حينما قال و ضللنا عليكم الغمامة و أنزلنا عليكم المنة و السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم امتن الله عز وجل عليهم بصنوف من النعم لم يهبها لغيرهم من الأمم و الشعوب في ذلك الوقت إذن تفسير و أني فضلتكم على العالمين ورد في كتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هذا والله تعالى أعلم شكرا لكم